طيب نرجع بقى لتجربة الفيلم العالمي انتي وهاني عادل تم اختياركم ازاي بقى؟ فيه أستاذ مصرية عايشين ايه كان مسافر يعمل الدكتورة بتعته في الأداب في اللغة الصينية ذاته فجأة بقى ممثل بيطلع يمثل في الأفلام الصيني والمسلسلات خصوصا التاريخية يعني من اتقانه اللغة وقدرته وشكله لم تعملوا ميكب بتعسي النصيني يعني فلما عرف ان الفيلم قصته حتدور في العراق فمطلوب ناس بملامح عربية ويجي دون التمثيل باللغة الانجليزية فاحنا كنا انا وهاني من ضمن الترشيحات فلما كلموني وبعتولي السكريبت طبعا وفقت على طول وفقت على طول اللي بابا عشق جاكي شام بعشقه كممثل يعني جونس هنا اعرفه كمصارع بس مشوفتلوش اعمال كتيرة كممثل اشوفت ده صورتي معي ايه ده يعني شكل مختلف خالص عن الملك اللي احنا شايتنا دي سوريا بقا سوريا اللي فاتح ملجأ سوريا تختلف عن فيرتيري فهنا القدرات التمثيلية والتحديات اللي عند العز العرب طول الوقت انها تطلع بشخصية غير شخصية الحقيق مهده حقيق مهده حلوة التمثيل يا سوريا حكي لنا بقا عن الفيلم وعن سوريا وعن الجملة اللي انت اعتربت عليها ولا الجملتين اللي اعتربت عليهم في السوريا لاي جملة واحدة في اخر مشهد في الفيلم المفروض ان هو جاكي شام بينقذ الطفل اللي واع وكده فكانت مكتوبة في السكريبت فالتح يا امريكا وانت بقى ثوراجية ماينفعش ومصر قديمة وكده فيها كل الحاجات مع بعض فقلت له لا هقولها فالياحية الامريكان بس مش هقول فالتح يا امريكا وما اعتردش صراحة كان لطيف يعني اسامة ساعت ما ابدأ يعني حتى لو بت وخصوصا يعني 2018 احنا لسه كنا في حربنا على الارهاب وكده ماينفعش مش عارف اطلعها مش عارف اطلعها طب ايه سوراية بقى احكي لنا على سوراية سوراية سيدة غلبانة القرية بتاعتها دمرت في الحرب على العراق وكانت متبنية ايتم القرية في ملجة وجونسنا بيساعدها ويعني هي كل اللي همهنة تنجي الاطفال دول من ويلات الحرب فطبعا لا لاقين فلوس ولا لاقين مية ولا لاقين اكل سوراية مثال انساني للام هي ما كانش عند اولاد الام بالمفهوم الاكبر ان بتعتبر كل دول اولادها وتحاول انها ت تعتني بيه مقدر الامكان عشان الظروف الحرب دي سيئة جدا جدا وربنا يكفينا ويلات الحرب يا ربي دايما الافلام العالمية بتطلع الشخصية العربية مش بشكل ايجابي مازال لحد النهاردة اه انا معك بس سوراية انا شوفها شخصية ايجابية جدا يعني كانت مختلفة عن الطريقة اللي بيطلعها شخصية العربية اه لا لا هم بيطلع الطريقة الايجابية ان احنا يا ارهابيين يا معانا فلوس بسافيها بنصرفها بسافيها ونجيب ستات وحاجات كده ومناظر ونصرف في النايت كلابز والحاجات دي لا طبعا تفتكري عشان الانتاج الصيني فهو ما يطلعش الشخصية يعني مش من مليور يعني قصة الفيلم بتاعكم كده لان هي قصة الفيلم بتقوم على ان مجموعة سينية كانت بتعمل يعني خبراء كبار يعني بتعمل مشروع في العراق وبعدين اتخطبوا وما حدش عارفهم فبيجيبوا بقى طبعا البطل الخارق اللي هيحررهم من الخطف والأسر ده وعشان كده كان هاني هو اللي بي يعني طيار الهليكوبتر اللي ماشي معاه في كل المراحل يعني طب هل بتحلمي او من طموحاتك ان الفيلم ده يفتحلك ابواب تعملي حاجات تانية عالمية ده انا يعني شوفيه بقى تقولي ده ما تقولي ايه ان شاء الله الخطوة الجاية هاليوود بكل كده هنا حتى رجل على رجل اه وما عنديش ماني اعمل حاجة في فيلم هندي كمان عشان تبقى هاليوود زي كده موضوع الأستاذ الكبير يوسف شاهد امم في حاجات تحبي ان تذكر لكي بعد السنين بقى لما يجي اعمل ربنا جدا فانا سعيدة ان انا عندي اع السيفي مشهدين في فيلم اليوسف شهدا طبع وعندي دلاوقتي كم مشهد في فيلم علامي بتاع جاكي شاد فليه ما يكنش بولوود كمان وهوليوود لتنين بمنتهى بمنتهى السقة لا وانا حتى رجل على رجل لا هي بتجاهد وتعافر ما تحش رجل على رجل